انتقدت نقابة أصحاب شركات التوظيف قيام نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بمنح صلاحيات مطلقة لوزارة العمل محذرة من خطورة النظام على مستقبل الشركات وبحسب تصريحات المملكة فإن اعتراض النقابة الأساسي صب على المادة السادسة من النظام والمتعلقة بالترخيص والمادة الحادية عشر المتعلقة بالعقوبات وصلاحية الوزير بسحب الكفالة وكان النظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024 قد صدر في الجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الحالي انتقدت نقابة أصحاب شركات التوظيف قيام نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بمنح صلاحيات مطلقة لوزارة العمل محذرة من خطورة النظام على مستقبل الشركات وبحسب تصريحات المملكة فإن اعتراض النقاب الأساسي انصب على المادة السادسة من النظام والمتعلقة بالترخيص والمادة الحادية عشر المتعلقة بالعقوبات وصلاحية الوزير بسحب الكفالة وكان نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024 قد صدر في الجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الحالي لمزيدا من التفاصيل ينضم إلينا في الستوديو نقيب أصحاب شركات التوظيف باسم تليلان أهلا وسهلا بك يا كل الله يا مرحبا بك الله أعطيك الصحة والعافية أهلا بك إذن سيد باسم مجموعة من الاعتراضات تفضلتم بها فيما يتعلق بهذا القرار لوضح أبرز ما يتعلق بهذه الاعتراضات من قبلكم حقيقة شرعت وزارة العمل بتعدين النظام دون الاحتكاك مع شركات التوظيف وهم الشريحة الأساسية المتعلقة في هذا الموضوع والحاكمية الرشيدة والحوكمة التي أطلقتها الحكومة أنه ضرورة أن يكون في تواصل مع هذه الشرائح حتى تقدر الحكومة أو الجهة المعنية أو المزارة المعنية تصل إلى مشروع قرار أو مشروع نظام أو مشروع قانون يكون مقبول لجميع الفئات للأسف أنهم ما تواصلوا معنا إحنا بعثنا لهم وبناء على الاعتراض الذي قدمنا اجتمعنا مع الأمين العام كان هناك نقاط حقيقة كثيرة أكثر من 12 نقطة استجابوا لعدد منها وللأسف في بعض النقاط ما استجابوا إلىها وهي نقاط هامة يعني المادة 11 جيم من هذا النظام تمنح الوزير صلاحية مصادرة الكفالة الكفالة قيمتها 50 ألف يعني كلمة مصادرة معناته نقل الأموال إلى الخزينة هل هذه أموال غير مشروعة؟ هل هي أموال ليست قانونية؟ هل يأتي ذلك بدون محددات في هذا الصياح؟ وحتى إذا لا يوجد فيها محددات إطلاقا إلا عبارة واحدة إذا خالف أي من أحكام هذا النظام جزء من هذا النظام أنه ممكن تضيفي غاية أخرى لغايات الشركة إذا أضفتها هل سيتم مصادرة الكفالة وقيمتها 50 ألف؟ شركات التوظيف وهذا كلام من 16 عام حتى اليوم تقوم بدور أساسي ومهم في تشغيل أردنيين خارج المملكة بشكل رئيسي وتساهم في العائدات النقدية للدخل القومي من أموال المغتربين من المفروض أن شريحة مساهمة بهذا الحد وبهذا الحجم بالوطن وفي موضوع التشغيل بالذات أن يكون هناك مشهورة معها واستشار واستجابة لطالبات نعم تحدثت عن اجتماع مع الأمين العالم نعم تحدثنا وحدثت إذا كان هناك جزء من هذه المشهورة ولكن ربما ليس بالحجم المطلوب نعم ما استجابوا لكافة النقاط يعني أنا كلمة مصادرة الكفالة كان لابد تغييرها بكلمة تسييل الكفالة يعني تسييل الكفالة معنى آخر 50 ألف موجودة تحت تصرف الوزير هناك متعاقد له حقوق مالية حكمة المحكمة فيها أو اللجنة المخولة من وزارة العمل قيمة المبلغ اللي حكموا له فيه خمس ألاف دينار بيسيلوا له خمس ألاف أما كلمة مصادرة كلمة قانونية يعني مرعبة هذه مصادرة الأموال غير المشروعة يعني أموال مثل متأتي من مخدرات أموال متأتي غسيل أموال هذه كلمة مصادرة لها تذهب إلى خزينة الدولة ثانيا لا يجوز أنك تربطها بمطلق عام بمصطلح عام أنه أنا بمخالفة أي أحكام هذا النظام هذه مادة هدعش المادة الأخرى مخالفات جسيمة عقوبات جسيمة وهذا الحديث تحدثته طويلا مع الأمين العام عقوبات جسيمة بدون ذنب يعني مكتوب أنه للوزير حق إغلاق الشركة شهر للوزير حق إغلاق الشركة ست أشهر للوزير حق إغلاق الشركة لمدة عام لازم تكون هناك مخالفات جسيمة تحدد كل مخالفة وارتكابها يعني الآن أنا في عنده معمم إذا اللجنة نسبت بالإغلاق تغلق الشركة هذا القطاع نعاني من بعض النقاط التي أساسا بحثناها مع الوزارة وما وجدناها في هذا النظام مثل وجود الأجانب في ترخيص الشركات التوظيف يعني العالم كله في كل العالم لا يسمح لأي شخص خير مواطن أنه يسجل شركة توظيف اليوم أنا في شركة في دولة ما واستثمرت في الأردن شركة توظيف وطلبت موظفين لهذه الشركة أنا اليوم منافستي مع الموجدين معي غير صحيحة لأنه أنا من الدولة نفسها رقم واحد اثنين تحكموا بالأشخاص اللي موجدين وصلت عليهم مختلفة اليوم إحنا شركات وساطة لما بيكون في شخص أجنبي يمتلك هذه الشركة وخاصة من الدول التي نتعامل معها بشكل كبير جدا هذا يؤثر على سلامة المواطن وسلامة المتعاقد وصحة وجوده أساسا فينا سيد باسم إذا كان لك أن توضح دور هذه الشركات بمفهومة من أبسط لمن يتابعنا اليوم فنحن نتحدث عن أنظمة عدة ونتحدث عن الدور وفيما يتعلق بشركات التوظيف ولكن لربما قد يغيب مفهوم الوساطة بشكله الواضح إحنا شركات التوظيف المرخصة في المملكة عددها لا يتجاوز ستين شركة وللأسف في المقابل في الظل يوجد أكثر من ستمائة شركة تعمل بدون ترخيص بدون وجه قانوني وإحنا كنقابة من حاربها وزارة الداخلية مشكورة تعاونت معنا ووضعت ضابط ارتباط بشكل مباشر يعني لعملية وزارة العمل في القانون جلسنا معهم مع مدلس النواب والأعيان وغلضنا العقوبة على هذه الشركات لكن هذه الشركات موجودة وموجودة بشكل كبير مهمات شركات التوظيف الأردنية هذه شركة محكومة بقوانين وأنظمة من وزارة العمل الأردنية بشكل رسمي كل شركة إلها كفالة كانت في السابق 100 ألف دينار تم تخفيضها في هذا النظام إلى 50 ألف دينار في عليها أحكام يعني إحنا في وزارة العمل موجود مديرية كاملة اسمها مديرية التفتيش ومديرية التفتيش في إلها أحكام منصوص عليها في قانون العمل بالتأكيد وشركات التوظيف هي جزء من منظومة تجارية الموجودة في الأردن وهذا تحدثت مع وزارة العمل هذه العقوبات الموجودة مستغنة عنها لوجود عقوبات مديلة في مديرية التفتيش أساسا شركات التوظيف تساهم منذ تقريبا أكثر من 20 عام بتوظيف وتشغيل الأردنيين خارج المملكة وبعض بسيط يشتغل في داخل المملكة الشركات التوظيف يعني عانت من بعض التشريعات الموجودة مثل التشريع الأخير لديوان الخدمة المدنية منع الإجازة بدور راتب هذا ألغى عقود وألغى أيضا وكان له طبيعات بسيط آخر كثير نعم حتى يعني إحنا اليوم أنا لما بعين شخص موجود مثل المعلم موجود في القطاع الحكومي وتعين في دولة خليجية على سبيل المثال وتعين بداله مجاز أو معارض لمدة عام اليوم أنا مش فقط عملت وظيفتين أنا أنتجت في المجتمع شخص مؤهل يعني هذه سنت الخبرة اللي إحنا كشركات توظيف دائما بنحكي عنها هذه سنت الخبرة اللي كانوا يأخذوها بدل القطاع العام أصبحت غير موجودة يعني بعض الأشخاص اللي مش معينين وخدم في التربية أو في أي قطاع كان بدل مجاز ومعار صار عنده خبرة خبرة في مكان محترم صحيح حكومي اليوم هو يصبح منافس لبرة فشركات التوظيف باختصار تعمل بكفاءة عالية تعمل إيجاد الفرص تبني علاقات واسعة وخصوصا المساحة المطروحة إلى دولة الخليج أنا يعني بطلب من الناس كلها قبل أن تروع شركة التوظيف لازم تدخل إما على موقع وزارة العمل مديرية التشغيل تقرأ هذه الشركة مرخصة أو غير مرخصة نعم موضوع الترخيص هنا أيضا مهم فيما يتعلق باعتراضاتكم كان هناك أيضا اعتراضات على المادة السادسة من النظام والمتعلقة بالترخيص نعم هلأ إحنا يعني إحنا كشركات توظيف في إن شروط يعني شوية قاسية قبل الترخيص وأنا معها لأنه هذا يعني بعمل عمل لازم أنه لدبط هذا القطع لكن هذه تمارس مرة واحدة يعني لا يجوز أنها تمارس سنوين يعني اليوم أنا بدأ عمر بيت وأخذت إذن أشغال من البلدية هل يجوز كل نهاية عام أروح أخذ إذن أشغال من البلدية شركات توظيف تقوم برخصة المهن ورخصة غرفة التجارة وكل التفاصيل مطلوبة لأي شركة موجودة في الأردن ما تطلب وزارة العمل لمنحه رخصة التشغيل هذه جهود أحنا بنقدمها مرة واحدة وجود الكفالة المكتب التعاخدات كل هذه التفاصيل فعملية تجديد السنوي وأنه يعني تنتظر 14 يوم لما يأتيك الموافقة وإلك حكة عن الموافقة أن رابط عقود مع دول العالم رابط اعتمادات مع دول العالم ما بصير رخصتي تنتهي ما بصير لأنا لا أصلح للتشغيل ولو ساعة واحدة وهذا الحكي حاولنا نفهمهم إياه أو نشرحهم إياه مهنيا هذا شغلنا إحنا لا يجوز هذه الاعتمادات اللي بتيجي من بره بدها تشغيل دائم وأنا اليوم لما بقدم كفالتي وبقدم كل الإجراءات المطلوبة مني لوزارة العمل بقي عندي ترخيص المهن وغرفة التجارة سنويا أنا بجددها وطلبنا من الأمين أنه خذوا رسوم سنوية ما عندنا مشكلة بس بدون طلب تجديد هل برر أو عالي لهذا الطلب بالتجديد بشكل مستمر؟ بيقول أنا بدي أشوف أنه أتفقد الشركات أموركم تمام ما حدا يعني مش مجدد كفالة أنا طلحت أنه في عندكم طاقم كامل بقدر يعني يفتش على الشركات خاصة إذا تحدثنا عن العدد مرة أخرى 60 شركة فهو عدد أيضا يمكن العمل عاما هو بشكل واضح ومتعاون الشركات توظيف كامل لمتعاون ويعني عندهم القدرة على ضبط شركات توظيف بسهولة الموضوع الصعب والشائك في الأردن هو الشركات غير المرخصة هذه شركات تعمل فضل يعني في أي تحت أي مسمى تحت أي رخصة تشتغل في هذه المهنة وهذا أمر خطير لأنه غير مسؤولين وغير معروفين وأحيانا يعني أنا من خلال قناتكم اللي أعتز فيها بحكي لكل الناس ولكل طالبين العمل لا تدفع فلوس مشان تقدم سيرة ذاتية لا تدفع أي رسم مقابل تقديم السيرة ذاتية السيرة ذاتية تقدم مجانا والبحث عن العمل مجانا الأتعاب تستحق لما أنا بحصل لك وظيفة الأتعاب تستحق لما بصير في عندك عقد عمل حقيقي عندما تحصل على هذه النتيجة بالمحصلة وأنا بعتقد شركات التوظيف كاملة لا توجد فيها مخالفة من هذا النوع المخالفات كلها خارج إطار شركات التوظيف نعم الآن فيما يتعلق بهذه الاعتراضات هل كانت هناك ردود من قبل الوزارة عليها خاصة هذين الاعتراضين فيما يتعلق بالترخيص وكذلك العقوبات ولربما موضوع الكفالة إضافة إلى ذلك إذا لم يتم التجاوب بحلول معينة فما هي تبعات هذه الاعتراضات أو هذه القرارات بهذا الشكل نعم يعني أول شيء يتشكل هذه القرارات قلق أنا من وجهة نظري وشركات التوظيف بحتاجة دائما إلى جو مستقر وإلى بيئة آمنة حتى يستطيع أن ينتج هذه شركة تقدم لي اليوم يعني ما يتحدث فيه أو ما نقوم فيه في خصوص البطالة وبخصوص تشغيل الأردنيين والعمل اللي بتقوم فيه هو عمل مهم جدا يعني وبالتالي تحتاج دائما وأبدا إلى التشريعات اللي بتقدمها لقدام وبتخدمها بشكل يعني بشكل أفضل اليوم لما بيكون في عندي خطر مصادرة الكفالة خطر إغلاق الشركة خطر وجود هذا التهديد يعني حسيت وأنا حتى زعل مني الأمين العام قلتوا أنا حسيت أنه قانون عقوبات يعني الشخص اللي كاتب كاتب قانون عقوبات يعني أنت تكتبوا قاعدين نظام وما نديتونا مع شركات التوظيف يعني على الأقل المفروض تشوفوا أراءنا بعدين أنتو يعني اختاروا اللي بتكم إياه أو قرروا اللي بتكم إياه بس كان لابد أنكم يعني يعني نحتك مع بعض إيجابي في هذا الموضوع قبل أصدار هذا النظام بشكل وهي يعني نقطة شائكة وأنا حدثتهم فيها والأمين فيهم علي فيها ونادى مدير الدائرة القانونية وشرحنا هذا الموضوع مطولا اليوم بيجيني بعض الأشخاص بطلب مني أنه يتعين بأمنه عقده تأشيرته بطلع بسافر خلال الشهر الأول اللي موجود فيه هناك تعرف على شركة من ضمن عمل شركته اللي هو موجود فيها عمل معهم عقد برجع على الأردن بيقول لي أنا بطلت بطلت أكمل مع الجماعة تطلب مني وزارة العمل أني أنا ما أستوفي منه رسول هو ضيع فرصة على البلد ضيع فرصة على زميل إله وضيع علينا إحنا فرصة هو راح يعني من خلالنا راح على فرصة ثانية فكان عندنا الشخص اللي بتحصل له فرصة عمل وما بيستخدمها أو وافق عليها ووصلته التأشيرة وما طلع بدفع ثلاثة في المئة من قيمة العقد السنوي طلبنا أنه هذا يعمم على باقي الشرائح اللي شرحت لك يا هامي حيثيات عدة لابد من الوقوف ونحن بصدد متابعة هذا الملف شكرا جزيلا لك على تزميدنا بكافة هذه التفاصيل نقيب أصحاب شركات التشغيل السيد شركات التوظيف عفوا باسمت ليلان شكرا جزيلا لك حياك الله يهل اشتركوا في القناة